يكافح الجميع هنا كباراً وصغاراً من أجل الحصول على مياه الشرب النظيفة فثمان سنوات من الحصار الحوثي على مدينة تعز جعلتها من أكثر المدن اليمنية تضرراً من أزمة المياه حيث لم يعد يغذيها سوى 21 بئراً من أصل 90 حصار الحوثيين تسبف في معاناة كبيرة لأبناء مدينة تعز موجود 90 بئر في محافظة تعز 21 بئر فقط يتواجد في مدينة تعز من أصل 90 بئر نسبة السكان كبيرة داخل مدينة تعز كم سيكفي الواحد والعشرين البئر لأبناء هذه المدينة المحاصرة وفي بلدين وصفته منظمة اليونسيف مؤخراً بأنه من أكثر الولدان فقراً بالمياه على وجه الأرض يدفع الأطفال والقصر الثمن الأكبر في سبيل حصولهم على حصص ضئيلة من مياه الشرب فمهمة جمع الماء وإحضاره للمنازل موكلة في الغالب لصغار السن نحن الآن نشكو من ضيق نقص المياه عدم المياه نهائياً فنذهب لمسافة طويلة من أقسل بالمياه ما يقارب في 60 لت إلى 30 لت إلى 20 لت فلا نستطيع الحصول إلى المياه بسبب المسافات نصيب المواطن اليمني من المياه هو الأقل عالمياً بحسب تقارير دولية والخبراء يحذرون من كارثة وشيكة إن استمر الحال على ما هو عليه الآن يؤكد مختصون بأن هناك عوامل أخرى تزيد الطين بالله بجانب الحرب وتداعياتها السلبية على قطاع المياه في اليمن مثل تنزاف المياه الجوفية وانخفاض معدل هطول الأمطار الموسمية لقناة الغد فيصل الذبحاني تعز ترجمة نانسي قنقر